أُرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وكلية الحرم المكي الشريف سابقا وعميد الدراسات العليا بجامعة مينيسوتا أهلا وسهلا بفضيلتكم أهلا بكم وبرك الله فيكم ونفع بكم اللهم أمين بارك الله فيكم سيدي قد وقفنا بفضل من الله عز وجل في هذه المجالس الطيبة وهي العقيدة الطحاوية باختصارات فضيلتكم الجميلة الطيبة أسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين عند هذا العنوان الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب واسمح لي بادي أبي بدء هناك بضع آيات في سورة الأنفال لو تلوناها على مسامع الكرام ومسامع فضيلتكم لكن تشاكرونك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فتح الله عليك أكرمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله الله مصلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد في الحقيقة أني أذكر مرة من المرات جاءني واحد وقال هناك من ألقى إلي شبهة نعم قلت ما هي قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلاة كان في العام مثلا الثاني من قبل الهجرة أو في الإسراء يعني في هذا يعني ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضع عشرة سنة وأنا أصلي أربعين سنة يعني شوف الشبهة جاءت من أين نعم يعني كأنه يرى بالعدد بالعدد فهذه الآية التي تفضلتم بها فيها الرد على مثل هذه الشبهات نعم يعني أن الأعمال لا تتفاضل بعددها إنما تتفاضل بما في القلوب نعم هؤلاء أقاموا الصلاة وأنفقوا وهؤلاء أقاموا الصلاة وأنفقوا لكن ليس هؤلاء كهؤلاء نعم يعني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما صار شيء بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف وكلاهما صحابي نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد يدي أو نصيفه نعم يعني إذن المسألة ليست مسألة بالعدد نعم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي هذا صحابي وهذا صحابي نعم ومع ذلك ليس المتأخر إسلاما ليس هو كالمتقدم إسلاما عبد الرحمن بن عوف من العشرة مبشرية بالجنة فحديث حاطب بن أبي بلتعه دعه يا عمر نعم فلعله شهد بدرا وأن الله قال لعله شهد بدرا لعم الله قال لأهبد عمله ما شيتهم فإني قد غفرتك نعم يعني إذن هي المسألة ليست مسألة أعداد نعم وإنما هي المسألة بالتفاضل بما في القلب ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآية الفضلتك أنت قرأت علينا صوت جميل أسأل الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا نعم إذن هذا هو الإيمان الكامل وليس المقصود به الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليوم الآخر والقدر هذا يعني كل الناس يشتركون أو كل المؤمنين يشتركون في هذا وهذا يندلك تحت إيه دكتور خالد؟ تفاضل أهل الإيمان في الإيمان تفاضل أهل الإيمان طيب وحديث جبريل ندركه تحت أي شيء من مسمى الإيمان؟ الآن عندنا في حديث جبريل سأله عن الإسلام نعم وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان نعم نعم ولا يصح إيمان شخص إلا بقدر من الإسلام يصح به إيمان جميل جدا يعني لو فرضنا بعض الناس يعني قد يقول كيف من هو مسلم وليس بمؤمن تقصد ماذا ليس بمؤمن؟ ليس بمؤمن الإيمان الكامل الموجود في الآية أولئك هم من حقه ممكن يكون فيه الإنسان عنده هذا أو ليس بمؤمن أي لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه فهذا ليس بمسلم أصلا لأنه ما يصح إسلامه إلا بهذا القدر من الإيمان اللي هي الجملة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشري لكن كل واحدة من هذه الخمسة أو الستة فيها درجات فالإيمان بالله درجات والإيمان بربوبية الله درجات وبالهية الله درجات وهكذا نعم فهي درجات في داخل الإيمان بالله فالجملة هي الواجبة على كل أحد أما التفاضل بعد ذلك فإنما يكون بما في القلوب نعم فليس من كان قلبه عامرا بذكر الله بالإيمان بالله بحب الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم بحب دين الإسلام بهذه الأمور كمن ليس في قلبه إلا اليسير من هذا الأمر فتفاضل الأعمال ليس بعددها وإنما بما وقر في القلب معدنا كلمة طيبة جدا للحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وإن قوما خرجوا من الدنيا لا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل نعم رحمه الله تعالى صحيح يعني أنا أقول لك مثلا عندنا حديث البطاقة نعم حديث البطاقة شاهد على هذا الأمر ما هو حديث البطاقة يؤتى برجل فينشر له تسعة وتسعين سجلا من الأعمال الغير الصالحة فعلت كذا يوم كذا وكذا فعلت كذا يوم كذا وكذا يعني يعرض ما يناقش هنا لأن من نقش الحساب عذب لكنه يعرض عليه عمله فيعرض عليه تسعة وتسعين سجلا حتى ورد في بعض الروايات كل سجل مد البصر يعني في مد البصر يعني معنى هذا أنه كان في حياته كلها كان يفعل المنكرات وكان يعني يكيد للناس لأن هذه الأشياء كلها تكتب حتى أعمال القلوب تكتبها الملائكة لأنها عمل ولكن لا نحسب عليها دكتور خلد لكن لا نحسب عليها أعمال القلوب بمعنى أقصد ليس في الإيمان يعني ما يجول في الخاطر لهو الذي يجول ويذهب لكن إنسان لو أكتب عليه ليس التعمد لأن هذا التعمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بالمقتول قال إنه كان حريصا على عمل قلوب ولم يصروا على ما فعلوا يصرر القلب هذا شيء آخر لكن أنا أقصد ما يجول في الخاطر يعني تسعد كده دكتور خالد ربنا يبارك فيك بيحصل شيء من الهواجس التي تمر أمام العين ويحصل نعم وخاطرة في القلب فهل يؤخذ الإنسان بها؟ إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها نعم وفي ضبط أنفسها نعم ما لم تتكلم ما لم يتكلموا به أو يعملوا به نعم بالضبط جزاك لما خير جزاك فهذا الرجل أنا أقصد يعني تسعة وتسعين سجلا يعني ما فكتب فيها وكلها من الأمور غير الصالحة نعم فالرجل أيقن بالهلكة ألك حسنة؟ قال لا يعني لما رأى مثل هذا الأمر تسعة وتسعين سجل كل سجل لمد البصر قال لك حسنة؟ قال لا قال بلى إن لك حسنة عندنا إنك لا تظلم اليوم شيء فأخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله فقال ربي وما هذه البطاقة في مثل هذه السجلات؟ يعني ما تزمي قال إنك لا تظلم فتوضع البطاقة في كفة والسجلات التسعة وتسعين مد البصر في كفة فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله تعالى شيء الله أكبر في رواية لا يثقل باسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بعض الشرح الحديث يقول هنا لما سأل ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات قالوا وهذا اسم الإشارة على الاستفهام للتحقير يعني والتقليل يعني هذه البطاقة الواحدة في العدد في العدد نعم في العدد نعم أمام هذه السجلات كلها المكتوبة جميعا علي من أخطاء وأوزار وزنوب ومعاصي ولكن لا يثقل مع اسم الله شيء كما تفضل إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن الأعمال ليست بعددها نعم هذا سجل لواحد سعلي لا إله إلا الله نعم محمد الرسول الله صلى الله لا إله إلا الله وبقية السجلات ليس فيها نعم يعني إلا المنكرات التي فعلها هذا الرجل ومع ذلك لا يثقل باسم الله شيء يعني ليس هناك شيء يعني كلمة التوحيد كده منجهة دكتور خالد لا شك كلمة التوحيد هي كلمة النجاح كلمة النجاح لكن كما قلت الآن كلام الحسن إنه وكذبوا لو أحسنوا لا أحسن العمل لا أحسنوا لا أحسن العمل هذا بالنسبة لإنسان الذي قد يدخل النار لأنه باتفاق أهل السنة والجماعة أنه قد يدخل النار أناس ويخرجون بالشفاعة نعم ويكونون من الموحدين نعم إذن كلمة التوحيد تنجيهم من الخلود في النار نعم وليس من دخول النار ابتداء لأن أصحاب الكبائر مستحقون أو يستحق كلمة المستحق التي كلمنا عنها في الحلقة الماضية إنهم يستحقون العذاب لكن ليس الخلود في النار نعم ولذلك في حديث السلة لما قال له حذيفة يعني هل يأتي في أخر الزمان الرجل الكبير والمرأة الكبيرة يقولون أدركنا أبا أنا على كلمة فنحن نقولها بلا صلاة ولا صيام ولا زكاة يقولون لا إله إلا الله قال تنجيهم قال تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة يعني هذه الكلمة تنجيهم لأنه في وقت دروس شراء الإسلام ما يعلم الصلاة والصيام والزكاة فلذلك تنجيهم هذه الكلمة كلمة التوحيد وهي المفرق ما بين المؤمن وبين الكافر لا إله إلا الله كان الناس أمة واحدة أي على توحيد الله عز وجل فتوحيد الله عز وجل وقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها نعم وهذا من أدلة من قال أيضا يعني كما أشرنا في الحلقة الماضية من قال بعدم كفر تارك الصلاة يبقى معه التوحيد بارك الله فيكم سيد الفاضل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إن فعل ذلك قد أخذناها المرة السابقة أما نحن نستشهد أيضا بقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فضلا توضح لنا ودلالة الآية نعم هذه الآية فيها أن الله شهد بكذب المنافقين وماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله فالكذب هنا ليس في أنهم قالوا إنه رسول الله فهو رسول الله حقا نعم وإنما في قولهم نشهد لأن الشهادة معناها أمر في القلب يخرج من القلب أن نشهد أنك رسول الله فقال إنهم كاذبون لأن من هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر فكأنهم يقال لهم أنتم كذب في قولكم نشهد بل أنتم ما شهدتم شهادة الحق لو شهدتم شهادة الحق لوافق القلب اللسانة في قولكم نشهد إنك لرسول الله ولذلك قال والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب يعني يظهرون الوفاق ويبطنون النفاق نعم إذن العمل أو الأعمال إنما هي بما يصدر في القلب ليس بظاهرها فقط نعم بل هو بما يصدر من القلب وأنا قلت كلمة فقط لأن بعض الناس يعني يأتي بالأشياء الباطلة ويقول يعني المهم من في القلب لا المهم من العمل يكون صالحا على السنة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول يسألون الفضيل بن عياض ما هو هذا قال العمل إذا كان على غير السنة لا يقبله الله وإذا كان بغير إخلاص لا يقبله الله لا يقبل إلا مع الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وأن يكون موافقا للسنة اللي هو العمل الصالح نعم أن يكون صالحا إذا الأعمال حتى تقبل هي لا تتفاضل بعددها وصورها إنما تتفاضل بما وقر في القلب ولذلك الأثر التي تأتي بي عن الحسن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال نعم فيما يعضد كلام الفضيل بارك الله فيكم أخذ من طرف حديثك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يقول ابن كثير كلاما نفيسا جدا يقول إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس الأمر كما ينبغي فإنه كاذب في دعوة حتى يتبع الدين النبوي والشرع المحمدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم هذا يقال لها آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله هذه المحنة يعني تنتحن بها الناس وبالمناسبة الحديث الذي ذكرته فضلتكم هذه رواية مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا وفي رواية الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو حرار أنا ما ذكرته ابن كثير نعم نعم لا أنا أقصد ما استشهد به أنت حذك الرواية الأخرى نعم أنا أقصد شيء معين بالفضل ابن كثير حافظ كبير نعم ولذلك استشهاد الحفاظ برواية مسلم دون البخاري لابد يكون فيها نكتة فيها شيء لطيف لطيفة فائدة نعم بعض الناس لما تأتي مثلا تقول له الاحتفال بالمولد بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رض ويقول أنا ما أحدثته هذا موجود من أيام الممليك من أيام الفاطميين من أيام العبيديين هذا المولد أنا ما أحدثته بنفسي نقول له في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني سواء أحدثته أو لم تحدثه نعم وهذه الرواية من عمل عملا هي ترجم بها البخاري يعني يجعلها عنوان للباب باب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رض فترجم برواية مسلم وأخرج الرواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رض وهذا الحديث مما قيل فيه إن عليه ربع الدين يعني ربع الدين في من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رض والثلاثة الباقية إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات الحلال بين والحرام بين من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني نعم هم يقالوا إنما الأعمال بالنيات ضبطت نية العباد نعم ومن أحدث في أمرنا ضبط فعل العباد الله يكون موافقا بالسنة جميل وحديث الحلال وبين والحرام وبين ضبط المشتبهات الله يعني هذا بين وهذا بين بينهما أمو المشتبهات فما نقول المشتبه من الحرام لكنه كان راعي يرعى حول الحما ثم الحديث الضبط الاستغناء عن الخلق إن الإنسان يترك الخلق ما فيه هو الحديث الرابع سؤال قد يلقيه المشاهد سيد الفاضل حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نخرج منه سواء الحلويات أو التوسعة أو كل شيء لو أن رجلا مذكرا بالله جلس في مسجد تمام في هذا الوقت الذي يقولون فيه أنه لعله وقت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذا قلت لعله لأنه لا يوجد يقين جميل اليوم نفسه طيب أنا أقول لك على شيء هم يقولون أو يأتون بحديث وفيه مقال نعم يقولون يوم مولدي يوم مرفاتي أو شيء من هذا القال نعم لكن أكثر الناس على أن النبي توفي في اليوم الذي ولد فيه نعم طيب عندنا في شيء متفق عليه تفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا ماذا وهكذا نعم وهكذا يعني كام تلاثين قال وهكذا 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 يعني نعم تسعة وعشرين قبض الإبحة جميل ومتفق عليه أني ما يمكن يكون مثلا أربع خمس شهور كلها تلاثين لا يعني ممكن شهرين تلاثين شهر تسعة وعشرين شهرين تسعة وعشرين شهر تلاثين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ضغطنا يوم وفاته نعم نريد أن نضط يوم مولدي كما يقولون طيب يوم وفاتك كان في يوم الاثنين يوم الاثنين ضبطنا أيضا يوم عرفة في حجة الوداع اللي هو تسعة ذو الحجة نعم إذن معنا إلى آخر الحجة الحجة ممكن تلاتين وممكن تسعة وعشرين ومعنا محرم ممكن تلاتين وممكن تسعة وعشرين ومعنا صفر ممكن تلاتين وممكن تسعة وعشرين نعم سبحان الله على كل الوجوه ما يمكن يكون يوم الاثنين اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اتناشر من ربيع ما يمكن أبدا ضع الارقام كما شئت تسعة وعشرين وتلاتين تلاتين وتسعة وعشرين يعني كما تشاء ما يمكن أن يكون يوم الاثنين هو يوم اتناشر ربيع الأول ممكن يكون يوم تسعة يوم عشر لكن ما يمكن يكون اتناشر ممكن يكون يوم حضار تلاتاشر لكن ما يمكن يكون يوم اتناشر هو قد يقول لك أنا لا أتكلم في اليوم نفسه بل سأتكلم في الشهر بذاته يعني في أي يوم سأحتفل تمام ما هو الاحتفال ما هو الاحتفال ووضح لي وصوب لي أنا والمشاهدين هذه الصورة التي يسأل عنها بعض المشاهدين ونجيبهم إن شاء الله تعالى ويعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا الزلال لو أن رجلا ذكر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مولده تمام قرأ عليهم الشمائل في بيت من بيوت الله هل تعد بعيدا عن الحلوى والعاطل والحابل بالنابل والصور التي تخالف الشرح تمام تعبدا تعبد بذلك نتعبد بأي شيء يتعبد أنه يجمع الناس في شهر ربيع في المسجد ليقرأ عليهم السيرة خاصة أو الشمائل خاصة آه آه نعم طيب ما هو هذا هو الإشكال هذا هو الإشكال ما هو الإشكال عندنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا في الرواية الأخرى من عامل عمل ليس عليها أمرنا نعم فهو رد تمام لماذا هذا الأمر الذي هو ظاهره كما يقول الناس خير غفل عنه الصحابة نعم يعني لو كان خيرا لسبقون إليه أكيد طيب هو قد يرد أستاذ الفاضل أيضا بشيء هل الأصل في العبادات التوقف والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشريع على إطلاقها أم قد يستنبط من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من العبادات ويذكرون مثالا هاما جدا أرجو التوضيح الإمام البخاري رحمه الله ومن هو الإمام البخاري إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ولا أحد يقدر أن يطعن فيه يعني لما قال بعضهم من تكلم في ابن تيمية خلاص أو لا تجد من يتكلم في ابن تيمية إلا أنه صاحب هوى فما بالك بالبخاري رحمه الله وكلهم أعلام وعلماء قال ما كنت أكتب حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا توضأت وصليت رفعتين كلام جميل جدا طيب هل فعل فعلة الإمام البخاري من قبله كلما أراد أن يكتب حديثا مع أنهم أعلى درجة في المقام وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام فحينما نقول لهم يقول لكم ما هو أصل حديث من كان إذا حزبه أمر فزعل الصلاة حلوة طب فين الركعتين المخصوصين لكل حديث يعني أنا دلوقتي لو حبيت أؤلف حديثا متصل الإسنان وغيره أو أتوضى وأصلي ركعتين هل هناك مشروعية على الركعتين فإذا قلت لي أنه مستنبط من حديث فيقولون ما استنبطه ابن حجر أيضا رحمه الله في مشروعيته وله كلام نفيس في هذا ابن حجر أنه قال الأصل فيه أنه بدعة ولكن إن كانت حسنة فحسنة وإن كانت سيئة فسيئة واستنبط بحديث لما وجدنا الله سلم اليهود ماذا تصومون قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه من كل شهر شكرا لله عز وجل فقال فسن ذلك ده ابن حجر اللي يقول أنه من امتن الله عز وجل عليه بنعمة في كل يوم من السنة اللي هي موافق ليها تمام كده شكر الله عز وجل عليها وكان المسألة تعبو ديه بإيه بصيها فهل دلوقتي يقول لك كده هل الركعتين بتوع الإمام البخاري ليهم نص منصوصا؟ ابتداء نقرر قاعدة فضل أقوال العلماء يستدلوا لها لا بها نعم ده صحيح الأمر الثاني البخاري هل نقل عنه أنه يتعبد بذلك؟ يعني على الرغم أن فيه أكثر من سبعة آلاف حديث في البخاري لكن ما نقل عن البخاري قط مطلقا ألبتة أنه قال لتلاميذه إذا أردتم أن تكتبوا حديثا افعلوا هذا ما أمر بهذا أبدا؟ له ما أمرش هو فعل هو فعل لنفسه أنه يريد أن يكون على أكمل وضع كما كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث يغتسب ولماذا لم يسبقه الصحابة رضي الله عنه؟ الصحابة ما كتبه ما كتبه إيه؟ يعني كتابة الحديث الصحابة ما كتبه لا كتبه في حديثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتب عني شيئا تمام فليمحو فليمحو فهو كتب نعم نعم فلماذا لم يسبقه الصحابة رضوان الله عليهم؟ لأنه ليس بعبادة ما هذا الذي أريد أن أقوله؟ ليس بعبادة يبقى ماذا؟ ما فعله البخاري عبادة أم ليس بعبادة؟ ليس بعبادة كيف؟ البخاري لم يتعبد الله بخصوص الركعتين قبل الحديث بمعنى هل البخاري نقل عنه أنه يرى استحباب ركعتين قبل كتابة الحديث لو عمر أحدهم عمر نوح ما يجد عن البخاري أثرا واحدا أنه يقول باستحباب ركعتين وما معنى الظاهر في كلامه رحمه الله لا فعله وكلامه لأنه قال ما كتبت حديثا في مؤلف هذا خصه إلا توضأت وصليت ركعتين يعني هو يقول أنا كنت أرغب إلى الله تبارك وتعالى أن أكون في أعلى صورة حتى يكون الكتاب في أعلى صورة يعني أنا إذا أردت أن أؤلف حديثا مؤلفا أصلي ركعتين لكل حديث افعل كما تشاء تصلي ممكن أربع ركعتين وخمس ركعتين هذه مشروعية؟ مش مشروعية الآن أنك تتعبد الله بهذا الأمر هل الصلاة عبادة أم ليست عبادة؟ بل هي عبادة لكن إلا أقصد تتعبد بها لأجل هذا الأمر صارت بدعة لا 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 هي القضية كلها هو مستقبل القضية كلها أنا أقول هلك مسألة الأحكام الشرعية أحكام الشرعية لابد لها من دليل الواجب المستحب المباح حتى المباح لابد من دليل والمكروه والمحرم فلم ينكر عن البخاري أنه قال يستحب من كتب حديثا أنه يتوضى ولا عن مالك أنه قال يستحب من حدث أنه يغتسر لكنهم كانوا يرون أن هذه الأمور تعينهم شخصيا على العمل مثل إنسان مثل ما ورد عن مثلا شيخ الإسلام أنه كان يذكر الله حتى طلوع الشمس يقول هذه غدوتي نعم يعني ما أستطيع أن أكمل بقية اليوم إلا إذا تغديت هذه وإذا لم أأخذ غدوتي ذهبت قوتي ذهبت قوتي وأذكر أيضا عنه رحمه الله شيخ الإسلام المتايمية وطيب الله سراه وبرد مطجعه اللهم أمين أنه قال وكان إذا أغلق علي أو أغلقت علي المسألة استغفرت الله ألفا فحتى هذا أنا حينما وقفت عليه استغربت كما هو على اعتقاد السلف في باب العبادات أن العدد والصيغة والأزمنة والأمكنة لابد لها من نص شرعي صحيح إذا كانت تعبدا بنفس العدد بمعنى هو بيقول أنا استغفرت ألف لكن إذا قيل له لا 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 هو بيتكلم في مسألة أنا أعرف أنا أعرف أنا أقيل له نعم هل أنت ترى أن الألف هذه لها تأثير في أن الإنسان الاستغلاق الذي عليه ينجلي عنه ما يقول نعم ما يقول أنه لابد تكون الألف لم يتعبد بلغض الألف ولكنه أنشأ الألف لا هو أنشأ الألف أنشأ العدد لكن ليس دوما ليه؟ ليس دوما ممكن يزيد ممكن ينقص هو رابطه كده رحمه الله بإيه؟ بالمسألة قال وكان إذا أغلقت علي المسألة ودى النص يعني هو يقصد استغفرت كثيرا وإلا حتى الألف كيف يعدها الإنسان كيف إيه؟ يعدها؟ يعرف يعرف يحصيها لكن هو أقصد أنه ذكر ذكر أنا أقصد مثلا يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا قال صاحب قوة القلوب أن الذكر كثير ثلاثمائة نعم هل إنسان يتعبد الله بهذا بالثلاثمائة؟ لا هو الأصل لو أن الأصل في العبادات التوقف تمام كده يبقى لا عدد ولا صيغة ولا كذا مشروعية إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو إنسان لنفسه نعم واحد جلس مع نفسه ويعني صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة أو أربعمائة هذا ما فيه إشكال تمام أنا أحيانا تجيني بعض رسائل المواد السابة نعم يقول أذكر هذا ثلاث مرات والحديث ممكن يكون صحيحا مثلا أو الدعاء واردا أو شيء من هذا القبير نعم لكن تخصيصه بثلاثة واربعة صارت بضعة هو ده هو ده ما أقصده صارت بضعة تمام ولذلك لو كان الأمر مطلقا خاص إنسان يفعل ما يشاء لنفسه تمام فتخصيص السيرة بربيع صارت بضعة نعم نحن المفترض نعم في كل أيام السنة نطبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صحيح مثلت يعني يا شيخ مروان فضل مسألة عيد الأم نعم لا يوجد عيد أم لا أنا أقصد أن عيد الأم ده عيد عقوب مش عيد أم نعم صحيح لماذا لأنهم يجعلون كل السنة لا يبرون بأمهاتهم ويتذكرون أمهم بوردة ولا بشيء وكذا في يوم واحد فقط من السنة 21 مارس 21 مارس أو فهذا معناها عيد عقوق نعم معناهم أنهم شاهدين على أنفسهم بالعقوق أما الشرع بتاعنا بيقول لنا وبالوالدين إحسانا في كل يوم في كل ده نعم شوف بعض العلماء يقول إما يبلغنا عندك يقول للرازي وغيره أن عندك أن تكون في بيتك الله يعني ما تكون باب الإحسان بقى يعني نعم ما يأتي واحد يقول والله زوجتي تقولي أمك ما تكون معنا لا أمك وأبوك معك الزوجة ده أمر طارق لكن إما يبلغنا عندك الكبر أحدهما أو كبيرهما جميل لطيفة جميلة الزوجة ما يلزمها أنها تخدم أمك حتى خدمة الزوجة لزوجيها أنت عارف المسألة التي فيها هذا فيها خلاف لكن أما تكون في غير بيتك لا الله هو ربما يقول عندك فتبقى عندك أي في بيتك الله هو فلذلك أنا أقول بالنسبة لذكر حديث النبي أو ذكر سيرة النبي أو شمائل النبي لماذا قيل أن أهل الحديث خاصة هم الطائفة المنصورة أو الطائفة الظاهرة لماذا؟ لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل السنة ليس في ربيع فقط نعم غير أن أصلا أن الكثير من الموالد التي تقرأ هذه يكون فيها أشياء من الخضاء لا هي ليست موالد أنا كنت فصلت لحضرتك ما يقوله المشاهد يعني كي نخرج بأكثر استفادة من فضيلتكم الله يبقى فهل دلوقتي هل تعدو أو لا تعدو أن مسألة الاحتفال بأولد الله عليه وسلم في الصورة التي حددتها لفضيلتكم بعض العلماء زي السيوتي بيقول أنه استنبط من حديث ذاك يوم أولدت فيه على أن فيه اهتمام بمولده صلى الله عليه وسلم أولد هذا القبيل لكن حيبقى لنا فعل السلف لماذا الصحابة مهتموا بهذا الأمر أقصد مسألة هل تعد خلافية أم لا هو الكون لها خلافية أنا أقول لك على شيء أشد من هذا كمان أن يذكر شيخ الإسلام أنا ما أجيب نص كلامي لكن أجيب فحو كلامه أنه ممكن إنسان يعمل المولد المقصود به المولد الذي كان معروف في عهد ابن تيمية ويؤجر في ذلك الله أكبر ويؤجر في ذلك على نيته الصالحة الله على نيته الصالحة جميل فممكن إنسان يفعل هذا الفعل ويؤجر فيه لكن بالنسبة لمن بلغه العلم لا يمكن أن يؤجر بعد أن بلغه العلم أن من أحدث فيه أملنا العلم اليقيني من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد هذا يقين عندنا هذا يقين عندنا ولذلك يذكرون عن إمام أحمد تعرف كان فيه شيء اسمه قصص أي نعم كانوا يقصون نعم وحتى أن بعض العلماء كان يقول فلان قاص يعني يكون فيه نوع من اللمز في الرواية يعني لا تخذ برواية لأنه من القصص من القصص فهم مذممون في هذا نعم لكن بعضهم كان يقول كان قتادة يقصوا وكان جيد الحديث فعندهم يعني ما عندهم في إشكال أنه ممكن إنسان يقص لكنه يكون جيد الحديث نعم فلما قيل الإمام أحمد أن هؤلاء القصاص يعني واحد يدخل المسجد يجد واحد قاص ويتكلم عن العقارب والحيات في جهنم والناس تبكي وأكثر هذه الأشياء لا صحة لها لا صحة لها المقصد هنا أن إمام أحمد لما قيل له ننكر عليهم قال قد يستفادوا منهم الله أكبر يعني ممكن إنسان فعلا تعرف زي مين الجماعة اللي بسمهم الأحباب اللي هم التبليغ تبليغ والدعوة التبليغ والدعوة نعم التبليغ والدعوة يعني عندهم أشياء يعني عجيبة جدا أنا كان عندي بعض الإخوة يعني أخ متربي على الأحاديث وعلى النصوص وعلى كذا وكذا وكذا وقال لي والله أنا أشعر في قلبي بنوع من الجفاء ماذا أفعل تقولوا أخرج مع التبليغ وأنا أعلم ماذا سيكون فخرج معهم بدأوا بعد صوت الفجر يقرأوا سورة الضحى بصوت واحد فأنكر عليه قالوا له طيب مش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الملائكة سياحين مجالس الذكر قال بس ليس بصوت واحد في آية محددة في سورة محددة قالوا له طيب بلاش سورة الضحى أنت تقترح علينا إيه قال وأنا مشرع المهم يعني مشي معاهم ما أكمل اليوم وقال ده كذا وكذا وكذا طيب اترك عنك هذا ماذا كان في قلبك قال الجفاء رح من قلبي خلاص يعني كان هذا نوع من الإصلاح له أكبر وكأن طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أشبهها بل هي كذلك بالفعل وهذا هو المعتقد الصحيح ولكن يعني قد يكون سيد الفاضل بعض الناس حتى وإن كانوا من العوام أو المثقفين عندهم هذا لا يبلغه عقوله تمام في مسألة يقولك أنا دلوقتي باستمع لشيخ يفتح الشمائل للترمذي ويقص علينا أو يقرأ علينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه وخلقه وسماته وصفاته صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأبنائه وغزواته يعني الأمة إن تعرف حضرتك يعني للأسف الشديد في كثير من أبنائها في ضياع لا يعلمون حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى الثلاث أو الرباع لا يعلمون ما هن زوجاته ما يعلمون كذا وكذا فهو دوت المقصد الذي أردت أن ما هذا أنا أجبته أنا قلت من أحمد قل دعه أردت أن أنقله لكن الله يعلم قد استفدت جيدا وأخرجتما في جعبتك بارك الله فيكم وأرجو أن ألا أكون قد أثقلت على فضيلتكم لك ما شئت عفوا عفوا ربنا بارك في حضراتكم عنوان آخر يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه ويجتمع ويجتمع كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أشكركم وأشكر باسمكم جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى وكلية الحرم المكي الشريف سابقا وعميد الدراسات العليا بجامعة مينيسوتا شرفتنا فضيلتكم بارك الله وعسيكم وعفو الله بكم بزاكم الله خير أكرمكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة